قال أحمد فؤاد خليل ابن الفنان الكوميدي الكبير فؤاد خليل أن التاريخ المتداول لذكرى ميلاد والده خطأ وأوضح ابن الفنان الكبير قائلا موقع ويكيبيدي أورد تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو على أنه ذكرى ميلاد والدي بالرغم من أن تاريخ ميلاده الصحيح هو 1 نوفمبر عام 1940 وتاريخ وفاته 9 أبريل عام 2012 الله يرحم واشار ابن الفنان فؤاد خليل لأنه والده نشأ بين الإسكندرية والقاهرة وكان والده أحمد خليل سعد طبيب أشعة عمل لفترة في الكويت ووالدته تركية الأصل وتابع كان ترتيب والدي التالت والأخير بين أخوته وكان له أخ وأخت تخرج من كلية الصيدرة ووالدي يعشق الفن ولكنه التحق بكلية طب الأسنان لرغبة والده وخلال دراسته بكلية الطب تقدم لاختبارات معهر التمثيل ورسبوا مرتين وكان أعضاء اللجنة زكي توليمات وجلال الشرقاوي وقالوا أنه لا يصلح للتمثيل على الرغم من أن جلال الشرقاوي نفسه استعان به فيما بعد في عدد من المسرحيات ومنها راقصة قطاع عام وأضاف قضى والدي في كلية الطب عشر سنوات بدلا من سبع لانشغاله بالفن ومحاولته للتحق بمهر التمثيل وكان خلال دراسته يلطحك بفرق المسرح الجمعي وادعى في بداياته أن له صلة قرابة بالفنانة شدية والتي كانت تعرف والدته ولكنهما لم يكون أقارب بالفعل وأكد أحمد فؤاد خليل على دور الفنانين أمين الهنيدي وفؤاد المهندس وعبد المنع مدبولي في اكتشاف والده وتقديم موهبته للجمهور حيث قدموه في أدوار صغيرة حتى كانت انطلاقاته الكبيرة في مسرحية مع خالص تحياتي بطولة الفنان عبد المنع مدبولي بعد أن راه في مسرحيات أمين الهنيدي تزوج الفنان فؤاد خليل من إحدى زميلاته بكلية طب الأسنان بعد أن جمعته بها علاقة حب وأنجب منها ابني أحمد ومنا ده ستموني عريسا شاهد الفنان الراحل فؤاد خليل ليه لتزفافه أنا مع زميلته في الكلية حابوا بعضوا يتجوزوا وهدي برضو صورة تانية من الفرح وده ابنه أحمد صورة نادرة ليه وهنا دي بنته منا وهدي صورته تعالى على الحيطة وفؤاد خليل ستموني فيلم الكيف الطبيب الذي أحب المرض والعبطري على ورقة قدامها هنشوف برضو تفاصيل عن مرضه وهنا المشهد الرهيب لأن محمود عبد العزيز قال له بحبك يا ستموني مهما الناس لموني مارس فؤاد خليل الطب بعد دخرجه وفتح عيادة حتى عام 1887 حتى قرر التفرغ للفن وكشف أحمد فؤاد نجل الفنان فؤاد خليل للوطن كواليس فترة مرض والد والتي أودت بحياته في نهاية المطاف موضحا أنه كان مصابا بالسكر لسنوات طوال وأصيبه بجلطة أصفرت في النهاية عن إصابته بشلل نصفي كان يتردد على المستشفى لفترات طويلة حتى قد بداخل المستشفى ست سنوات كانت معاناة جمدة وأوضح أن والده أصيبه بقرح الفراش بعد إصابته بالشلل النصفي الأمر الذي أصفر عن إصابته بتسمم في الدم وكاد أن يؤدي ذلك لبتر قدمه وقال أجزم أن ذلك عجل في وفاته حيث علم أن ذاك أن الاطباء سوف يتخذون قرارا بإجراء عمرية بتر لقدمه من عدمه لكنه فارق الحياة بعد هذه المعلومة بثلاثة أيام فقط وكاد أحمد فؤاد خليل أن والدته ساندت والده لآخر لحظة في حياته وكذلك شقيقته الصغرى منه والتي كانت تداوم على زيارته في المستشفى قائلا أنا كنت مأثر معاه في هذه الفترة ونادم جدا بسبب هذا الأمر حيث أن رعاياتي لوالدي لم تكن على نفس المستوى المقدم من والدتي وشقيقاتي وأوضح أنجل الفنان أن والدته كانت مرافقة دائمة لوالده وعلى تواصل مستمر مع إدارة المستشفى بجانب التواصل مع الفنان أشرف زكي للوقوف على تطورات الحالة الصحية بشكل مستمر لافتا لأن فنانين كثيرين حارصوا على زيارة فؤاد خليل خلال فترة مرضة كان منهم عادل إمام وهاني شاكر وماجد المصري ومحمور عبد العزيز ووحيد سيف وجلال الشرقاوي وناديا لطفي وسعيد صالح وسامير صبري ورجاء الجداوي وعمر الحريري فنانين كثير ضرور الله يرحمه وده هنا كان مصاب بالشلل النسفي وقعد على كرسي متحرك في أواخر أيامه دي آخر صور ليه وهنا المركز الكاثوليكي كان بكرمه هنا في أواخر أيامه وهنا مع نادية لطفي وهي بتزوله بتتطمن عليه فانانا عصيلة الله يرحم وأشار ابنه لأن فؤاد خليل لم يكن مهتما بصحته خلال حياة وكان مهم لها إلى حد ما على حساب الفن وموضحا أن والده كان يشارك في أعمال فنية كثيرة من منتصف السمانينات وحتى منتصف التسعينيات مضيفا كان ممكن يخلص مسرحية الساعة 3 الفجر ويطلع على الستوديو عشان عنده تصوير فيلم الساعة 8 الصبح كان ممكن يصهر ثلاث ايام من غير نوم ويشتغل بشكل متواصل وأضاف نجل فؤاد خليل أنه سأل والده ذات مرة بسبب الإجهاد والصعر الطويل حيث قال له أنت مش تعبان ليارد عليه فؤاد خليل آه تعب بس تعب أنا حابه أنا حابب التعب اللي من النوع ده عشان كده مش حاسس به يذكر أن رحلة فؤاد خليل مع الفن بدأت وهو لم يتجاوز عامه الحداشر حيث تمكن منه حب الفن وشارك أصدقائه في تكوين فرقة مصرحية ينقل من خلال عروضها موهبته في التمثيل جنبا إلى جنب مع دراساته وبعد تخرجه من كلية طب الأسنان عام 1969 بدأ يخطو خطوات أكثر جدية نحو احتراف الفن فقرر التفرق تماما بعد سنوات من العمل في الطب وتقلق الفنان الكبير في العديد من الأدوار الكوميدية التي ارتبط بها الجمهور ومنها أعماله المصحية مع خالص تحياتي وراقصة طعام وعلى الرصيف وسوء العصر كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية التي أبدع فيها حتى وإن شارك في مشهد واحد ومنها أفلام الكيف وجاءنا البيان التالي والوحوش والندل والبيضة والحجر الدنيا على جناح يا ماما ويلة القبض على بجيزة وزغلول وغيرها وكان آخر أعماله فيلم صايع بح وظهر فيه في مشهد واحد فقط كما شارك في عشرات المسلسلات الله يرحمه كان فنان قدير وكان الكل بيحبه وكان دكتور في الأصل لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكرا لكم 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 شكرا لكم